اهلا بيكم النهاردة هنعمل سوا وسلتين اضاح لأحد المولود اعمى هنحتاج فيهم ورق كرتون او نصبيان هنرسم على واحدة فيهم شكل راس بني ادم بالطريقة دي وهنفرق الجزء بتاع العيون دي انا عملها على نصبيان تقدروا تعملوها على ورق كرتون على النصبيان زي ما انا عملت او على فوتوفوم اللي يريحكم واللي متاح عندكم كمان هرسم شكل دايرة وهفرق في الكتر بتاعها خرم والخرم دي يبقى في نفس التوقيت في نص برضوش المولود اعمى اللي احنا هنعمله زي ما انتو شايفين هنا كده بحيث ان احنا لما نحط الدايرة تحت راس المولود اعمى هتبقى متوسطنا كده في نفس المكان بالطريقة دي تمام كمان هحتاج عصاية شش توك او خلط اسنان عشان هي دي اللي تتحط في قلب الخرم في النص عشان الدايرة دي تقدر تلف او ممكن تنيبه مصمار آآ من اي مكتبة بيبقى خاص بالوسائل الاضحية دي كمان هجيب فوم هقصه على شكل العيون وفوم بني هقصه على شكل الطين وفوم كمان لونه بيج عشان يبقى دل عيون بتاعته قبل ما يفتح تمام بقصه على شكل كده نص دعيل وكمان هحتاج قلم مركر اسود وكمان آآ قلم الوان لون الجلد سكيني وطبعا تقدروا تستبدلوه بلون آآ مثلا آآ ورنجة فاتح او بامبا فاتح او ممكن تنجيبه الوان مائية او الوان قورة وتلونوا بيها الشكل آآ زي ما انتو شايفين كده انا هلون الوش كله وبرضه تقدروا تستبدلوا الخطوة دي ان انتو تجيبوا مثلا فوم لون الجلد وتلزقوها على الوش اللي انتو قصتو ده تمام بنكمل تلوين كله وبعد كده هنلون كمان الدايرة بنفس اللون والخطوة اللي وراها ان احنا نبدأ نلزق بقى العيون اول حاجة طبعا بنواسطا الدايرة مع الوش وبجيب خلة السنان واحط الشام على حتة تكون نعمة وبعدين اغرز حتة الشيشة ووق دي فيها ولما تنشف اجيبها وحطها بقى في الخرمين بتوع الدايرة والوش وبعدين اغلفها من ورا بحطة ورقة علشان تبقى مسبتة وبعدين اجيب الدايرة وعلى كل مرحلة كده ألزق العيون وبعدين ألفها والزق الطين وبعدين ألزق ألفها تاني والزق العيون التانية المغمض تمام زي ما انتو شايفين كده يبقى دي مراحل المولود اعمى او الحاجة اعمى وبعدين تحطع ليه التين وبعدين عينه فتحت الفكرة التانية هنعملها بورق بريستول هنجيب ورق بريستول او اي ورق ملون دي انا عاملها مقاس اي فور وبتنيها زي ما انتو شفتوا كده من النص وبعدين بتني تاني بنفس المقاس بحيث انها تبقى اربعة اربعة في النص هفتحها وارسم عليه المولود اعمى وهو مغمض عينه وبعد كده بارسم على الطرفين التانيين بعد ما بقفلهم قصد بعض المولود اعمى وهو مفتحين وفي نفس الوقت هعمل من تحت الشريطة طويلة هاجتب في الحتة اللي هو مغمض فيها كنت اعمى وبعدين في الحتتين اللي هو مفتح فيها ولان اوبصر وبعد ما بارسمع بالرصاص بابدأ احبر بالشكل اللي انتو شايفينه ده طبعا تقدروا تلونوها او تخلوا الولاد يلونوها ودي كرافت هتبقى حلوة جدا للاطفال اللي يقدروا ياخدوها معاهم لو اعملتوا كذا كمية اه مسلا رسمتوها وطبعتوها على ورقة اي فور بس مش اكتر من كده والولاد هم اللي يلون انا بقلون الخلفية انا مش هلونها كلها انا بس عايزة اوريكو الفكرة مش اكتر زي ما انتو شايفين كده وبعدين افتحتيني والون الخلفية بتاعت المولود اعمى عشان بس اظهر الوش اهم حاجة انت انا عايزة اوري لهم الوش ده اهم حاجة فانا بلون الخلفية اسود بحيث يبقى التركيز كله على ملامح المولود اعمى وبرده تبدل التلوين تقدروا تلزقوها قص ولزق او تغلفوها فوم تمام؟ طبعا بمسح الرصاص ولو عايزة الون بقى بقيت الصورة بلون ممكن كمان الون العيون علشان تبقى ظهرة بقى اي لون بقى ممكن ازرق بني اه اغضر اي حاجة ده شكلها ان هي زي ما انتو شايفين في الحتة اللي تحت انا كتابت كنت عامى وبعدين الان اوبصر دي استعمال الوسيلة زي ما انتو شايفين باتنيها اوراهالكو تاني دي من نصها هي اعمى وبعدين بايدي من تحت اقفلها الان اوبصر كمان مرة واراهالكو والورقة مفتوحة الجزء الداخلي كنتو اعمى وصورة المولود اعمى وهو مغمض عينه وبعدين من تحت بقفلها الجنبين بيقفلوا على بعض ويبقى الان اوبصر وهو مفتحين اي راب تكون الوسيلتين النهاردة يكونوا سهلين انا هسيب لكم في صندوق الوصف اول تعليق مسابت رابط وسائل اضاحية اللي احنا عملناها لأحد السم الكبير من اول حد الكنوز والحد دلوقتي واستنوا كمان مكت حد الايامة واستنوا كمان ركن اسبوع الالام هسيب لكم الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف اول تعليق مسابت مع قائمة وسائل اضاحة الخاصة باحد السم الكبير مع قائمة وسائل اضاحة الخاصة بدروس التربية الدينية المسحية ومدارس الاحد وكمان قائمة الخاصة بتعليم رسم صور القدسين والشهداء وكمان قائمة شرح دروس التربية الدينية يارب تكون الوسيلة بتاعتنا النهاردة سهلة وعجبتكم وكمان مش بخامات غالية ولا حاجة بخامات بسيطة موجودة ما تنسوش تتغطوا على الزرار الاحمر وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين في القناة وتعملوا سبسكرايب وكمان ما تنسوش تتغطوا على زرار الجرس آآ علشان يوصل لكم كل جديد وكل وسائلنا الاضاحية وياريت كمان ما تنسوش تتغطوا على اللايك لو عجبكم الفيديو علشان تشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تانية اكتر ووسائل إضاحية كمان كمان يا ريت تعملوا شير عشان الاستفادة توصل للجميع ومستنية تعليقاتكم وقراءكم واشوفكم على خير في وسائلة إضاحة جديدة وفكرة جديدة باي باي